موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين ضيتنا اليوم هو الصحافي الأستاذ سيمو أبو فاضل هو نشر موقع الكانيمة أونلاين أهلا وسهلا فيك أستاذ سيمو شكرا مساء الخير دعالك وراء المشاهدين اليوم بدأنا نتعرف على جانب آخر من حياتك ومن شخصيتك هو الجانب الروحي السؤال الأول الصحافي رسالة هل يمكن نعيش الصحافي انطلاءا من مفهوم المسيحية والإنجيل يعني التكلام عن الحقيقة التكلام أنك أنت تضوع على فكرة يعني هي ما بشر عليه سيد المسيح نحن مفترض يكون كل هذا الإطاع يعمل في هذا الاتجاه أنه يحكي عن الحق يحكي عن الغلط يقول أنه هذا الأمور هي الطريق السليم هذا الموقف هو الجيد للمجتمع أنا أعتبر أنه ما عندي شيء يعني يتعارض مع الدين المسيحي وتوجهته بعمل الصحافي صحيح صحيح طيب اسم موقعك هو الكلمة أونلاين نحن نعرف أنه في البدء كانت الكلمة يعني النقاة العنوان فانه مسيحي مضبوط ما بتعتقد أنه الكلمة تقدر تبني وتقدر تهدم هو هذا المطلوب يعني نحن وقت نطلقت بتسمية الموقع كنت وقته أنا والزميل السيد بير عطالله بدنا نعمل الموقع نقاين هذا الشعار الكلمة لأنه بدنا نختصر كل بدنا نعمله بكلمة وحدة أنه غلط أو صح على الأساس بدأنا من هون مع الأيام عم بيّن أنه عم نقدر نقول الكلمة اللي هي بدنا إيها واللي هي يعني تفسر مضامين كبيرة لبعد ومضمون هذه الكلمة ببعدها المحلّة يعني هكي إذا أنت عم تشتغل باللبنان إذا أنت ريحت بالروحة بمعناها الدينة نحن اعتبرنا أن الكلمة هي الأساس في عملنا الصخافي نعم دا حتيل شوي لإطار العيلة هل بتعيش تعليم المسيح بإطار العيلة والأصدقاء والمحيطين اللي فيك يعني أرحم جميع الموطقة الوالد كان من أشخاص المؤمنين يصلي دايما بالبيت وبالكنيسة بعدين يعني تلبية الوالدة تلبيتنا يعني توجهاتنا كانت دايما مع الوالدة أنه على طول بعضنا هي بهذا الاتجاه كمان يعني تجاه نحو أنه خوف الله اعتماد الطائق يعني على المنطق اللي هو بقول أنه ما تروح صور الخطأ وأنا طبعا يعني ابن الدين المسيحي وابن هالبيئة وكذلك بزواجي يعني استكمل هذا الوضع يعني زوجتي يعني كثير مبدوء المتدينة تصلي يعني ملتزمة يعني هيك ملتزمة يعني هيك وهذا الشي يعني مطبق علينا عكلنا بالبيت أنا والولاد يعني بمشاركة بالديس إذا ما كان قبل الظهر بعد الظهر يعني إذا كان يوم أحد يعني منحاول أنه أنا أدمى فيني مغيب هلأ أجد أزمة الكورونا بعتقد شوية قطاشت كما بقولوا عن عن هذا الاتجاه بالترجمة المشاركة يعني في الكنائس بإيه كنيسة اللي تصلي عادة وين هيك بتحب تصلي أنا من النباي من النباي في كنيسة منخيل للموان هنا في ثلاث كنيس منخيل واحدة اللي روم الأورتوذوكس واحدة اللي روم كاتوليك واحدة اللي الموارنة بس كوني قاعد أنا باراتنا باب صليم ولأنه الوقت أحيانا ما بيسمح تقدس منع بكرة بقدس بعض الظهر بكنيسة أنطنيس كنيسة أنطنيس لأنه الوقت يعني بدك تاخد الأولاد ويوم أحد إن كلام يمكن عند البعض مش محبب بس ترى الواحد يعني أنا بتذكر وين بلت عحالي هيدا الواقع مرة كنا في أنطاكيا مع المطران ناصر الجميل بزيارة مع البطاك الراعي أنت مزار أنطاكيا المطالبة بأراضي المسيحيين وأراضي الكنيسة خبرنا أنه أهل أنطاكيا كانوا يؤدسوا منعشية لأنه هن كانوا فلاحيين ومزاريين يروحوا عبكرة على الحقل يأتيوا يؤدسوا منعشية شرعنت هالواقعة أعتبرت أنه أنا صار عندي حجة أنه صارت بروح على القديس منعشية مش معناتها أنه أنا يعني مخالف تعليم الكنيسة صحيح ووقات واحد منعشية يمكن يركز أكتر من الصباح يعني حسب هو كيف أحيانا مزبوط يعني بتوم منع بكرة إذا كما بقولوا يعني الوقت ضغطة كتاب توصل الساعة 10 على الكنيسة أنه أفضل واحد يروح هيك بصفاء أكتر صحيح طيب يقال أنه من الصعب على الصحافي الغارئ بالعالم السياسي أنه يعيش المسيحية بالمعنى الحقيقي مزبوط هذا الشيء أو لا إذا بدك نعيش المسيحية بالمعنى الحقيقي ما نكون بهذا المجتمع بدك تكون بعيد عن هذا الواقع إنه هو واقع إذا بدك عملي يعني مادي بمعنى أنه يعني فيه نوعية عمل مختلف بلاك شئ تروح تنعزل وتبعد شوية عن العالم يعني فيك تعيشه بخوف الله بتوجهات أنه من الله أنه هو مش مطلوب أنت تروح نحوه على الخطأ مفترض تكون إيجابة تتفاعل بإيجابية تكون يعني إنسان عم يحكي الحقيقة بالحد الممكن الأخلاق القيم بالحد الممكن يعني بس أنه ما فيك تعيش تعليم مسيحية أنه بهذا الرسالة بيقول عنها رسالة الصحافة يعني لأنه غير طبيعة غير طبيعة ما مش ممكن تسير ولا بأي مهنة يعني نعم نعم طيب نحن رجع شوي للأيام الطفولة يعني سكرت شوي عن أهلك والبيت تبعاكم بيت الأهل أنه كان إله الفضل نوعا ما بتربية مسيحية حسيت أنت بطفولتك أنه نشأت بالمدرسة أكتر أو بالبيت أكتر أخذت القيم المسيحية والمفاهيم المسيحية والتعاليم وين أكتر؟ أو يمكن فيه مثل عيني دعني أقول لك أنه أنا كنت بمدرسة الرهبات الرهبات الصليب من ثم يعني بعدين أنه انتقلت على مدرسة الحكمة بهذا الجو كان فيه بتعرفة بين الرهبين وبين رجال الدين كان الجو كان محاط بهذا الجو بالبيت كان الوالدين اللي رحمه دائما عنده أصدقاء رجال الدين الوالدة عنده أصدقاء من الرهبات يضمون عندها بالبيت وكان فيه مدرسة الرهبات بنا باي صغير ومتوضع هذا الجو أنا ما كان غريب علي عشت فيه بهذا الحد الممكن يعني من أنه التفاعل أنه عيش مع رجال الدين وكمل معهم وشوفهم ما كانت أنه انتقلت من بيئة إلى بيئة يعني شي كلاسيكي استمرات فيه يعني هذا الموضوع تنشأ وإذا بدك خلا نحكي شغل كثير يعني أنه الحرب واللي صارت وقت الحرب هذا الجو من الحرب تصارت بالخمسة وسبعين بتخليك ترجع أكتر على مسيحيتك تتمسك فيها وتحاول الدافع عنا وتحاول تقول أنا لن أتخلى عنا وصير تشعر مع أي مسيحي يعني أنت أصدق أيام الديئة بأي منطقة صارت بأي منطقة صارت تشعر أكتر هنا تقول تلجأ لأ الله أكتر يعني أنا ما كنت بعمر يعني بهيك الزمن كبير كنت أنه بـ 75 يعني أنا موليدة 62 75 أنه 76 77 نشعر بهذا الالتزام الديني نعم نشعر بهذا الالتزام الديني طيب من هو شفيعك؟ و ليش؟ شفيعي بخيف منه كثير هو ما شربي على الالتزام ليه بتخاف منه؟ ما بغلط معه لأنه ما فيك تغلط معه؟ غلطت مرة مرتين ثلاثة يعني اكتشفت أنه أنه يعني آسي كان معي آه آسي لأنه أنا وعدته يعني كان لازم أنا ألتزم معه مثل ما هو يعني طلبي منه الترجم أو اللباني أو أعطاني طيب ليش خطرت أديس شربي كشفيع؟ تعلقت في يعني أول شي كمان الواقع القريب الزيارات عناية يعني المنطق حياته تشوفها عن قريب وكبنا تباويته أديسته تلعب دور بتأثر وفيه عظمة بحياته في عظمة وخاصة بعد بدنما تسمع تشوف عن خيراته ونعمه وعجيبه اللي عم يعملها للناس وخاصة لهم من طواقف تانية تقول هادي قمة العظمة إنه الإنسان يكون بهالطاقة وبهال بهال بهالمحبة وبهالعطاء الحب الكبير صحيح طيب خيب لك أملك شو مرة؟ لا ولا مرة أنا خيبت له أملك ليه؟ ما في نقول يعني إنه التزامت ما في نقول يعني ما بيصفى أقول بس إنه غلطت أنا معه عكل حال أديس شربي يعني بين الأديسين أكيد كل الأديسين مهمين ولكن أديس شربي بشكل خاص صعب يخيب أمل هذا يعني يلي بيطلب منه يمكن ما تصير بعد يوم ويومين بس الطلب بيجع بيتحقق بعد فترة بتشعر إنه سمعك صحيح؟ بتشعر إنه سمعك بتشعر إنه سمعك بتشعر إنه هو معك صحيح هذه حالة أنا كنت أشعره كنت أشعره إنه هو معي وحدي حلو هذا هو واقعي نعشته طيب وين بتشعر تدبير الله بحياتك؟ بتشعروا؟ بتشعر هالشي؟ بتلبسوا لمس؟ ايه بكتير محلات قول الله بده هايك حتى لو شيء ما عجبني ممكن ما كانوا بقوله بمصلحتي يعني بمعنى اللي مصلحة الخاصة الشخصية ما بده قوله يعني بشعر إنه إرادة الله بس بقول كتير إنه الله يعني بلا بس أطلع بقول نعمة أهلي منني أخواتي أمرتي أمرتي أمرها مؤمنة أولادي قول إيه الله أعطاني كتير في شيء حادثة معيني شعرت فيها بتبير ربنم؟ بتذكر شيء يعني لا بتقالك يعني واحدة هل عنية حطيتني قدام وضع ما بده تذكر قال إنه عدة مرات قول سبحان الله يعني موجود هو وحده كنت أولاً بشعر سيمو أبو فاضل بالضعف أحياناً؟ بشعر بالضعف بس ما بستثنم يعني بشعر إنه في أمور صارت معي بس هل بستثنم لأ ما بده استثنم بتصير معي يعني بكتير حالات بحالات ظروف ضغطة بقول إنه سكرت لا ما سكرت أنا يعني في بعض عندي إيمان وفيه ناس قطعت أكتر مني بظروف صعبة وعندي دائماً كنت بقول فيه الله يعني هذي يعني أنا عندي إيمان بالله والسيد مسيح عليه السلام بالدسين ده بتخليني إنه ما إيقص إيقص شو بره سألت وينه الله؟ سألت بس أل الإرحم هذا السؤال نقشته مع المطران أوجود على الإرحمه يعني تحديداً هو كللني وكان فيه روابط حتى كانت عاقلية مع الوالد يعني نقشت معه أخذ الشي وصل لمحل اللي سيموه الله يعني الله يعني اسأله كون كيف خلق الله من أين من بلش؟ سيد المسيح كيف إيقصى كيف هو ابنه؟ كيف سألوه يعني اسأله نقشه أخذ الشي قال لي سيموه؟ بنتك تعرف إنه الله على السلام هو الله هيدا السر اللي فيه حلو 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 أنا أعني إنه شخص يعني بموقع المطران أوجودة ورحانيته وهيك يعني أعطاني إيها بطريقة إنه عم بلأمني إيها إنه خلص إنه هذا الموضوع مش معناته أنت ما أنا مش عم ناقش هون بتعاليم معينة عم ناقش بأمور بنقطة ما حدا بيعرفها هيدا السر اللي كان عكل حال طرحك للاعلمات استفعام هي علامة بك توصل لجواب يعني أنت حابب توصل على جواب طبعا طبعا اليقين قال إنه الله اللي هو بسيّر الكون ومسيّرني وحيميني حتى اليوم وممكن بكرة يحسبني حب أعرف مين هيدا مين هو؟ يعني روح القدس هالقوة الغامضة يعني مش ظاهرة يعني بحب أعرفها مش عم بقدر طيب عكل حال فينا نبسط الأمور كيف بتعيش الحب بمعنيه المسيحي في نسبة تشوف ربنا هو بحب ومحبة أنت كيف بتعيشه؟ لا أنا إنسان علماني يعني يمكن هيدا نظرة عند رجال الدين بروحوا بإتجاه خاص أنا لا أنا بحب يعني مزوج عند عائلتي يعني شو بقولوا الالتزام ترجمة الحب العائلة المحبة الاحترام احترام المرأة اللي هي صوجتي يعني بعيشوا بالبيئة العائلية نعم البيئة العائلية بحب الأهل وبين الأصدقاء والمقررين بهذه البيئة الموجودة اللي هي يعني فيها حب الآخر صحيح مش عدم مش البغض الآخر صحيح هون بشوف أنه ايه فيه حب فيه محبة بهالبيئة اللي أنا عيش فيها طبعا طبعا يقول يسوع أعطي ما لقيسر لقيسر وما لله لله كيف تفهم هالقول؟ يفهموا أنه أنا إنسان بعيش حياتي نعم بما خاص حياتي الخاصة العائلية بعيشها مع عائلتي مع أولادي بيشغلي بعيش مع شغلي كل واحد صار في كتير اجتهل بهذا الكلام بعد ما ما وقف الاجتهل ما سكر بعض بقول أنه صلي لقيسر وأنه أعطيه الله لقيسر الناس يقول لا موضوع له علاقة بالقوة أنا بقول ما في عندي حدا اسمه قيسر بمعنى أنا عندي الله أنا بعطي الله ما هو واجب علي تجاهه هذه من هون أثير برعاية الله بحياته وإن كان هو صاحب هالمقولة أنا بالنسبة إليه أنه الله هو المرجع الصالح والنهائي أتصرف على هالأساس بقدر ما أنا بكون عن بعثي الله حقه مش حقه عفوا يعني حقه علي من خلال أنه ترجمتي الديانة المسيحية بكون أنا بالنتيجة عم تطبق هالمقولة أليست هي فصل الدين على السياسة أكتر؟ يعني هالكلمة اللي قاله رب يسوع هذا الكلام أنه وقته قاله لقيسر أنه عطوه لقيسر شو بده وعطوه الله شو بده قلت لك فيه كثير اجتهد بالحقيقة مش أنا جاية هالأني يعني سكر وفتح اجتهد أنا بالنسبة إليه ما رجعي الله أنه إذا كنت بهيك الزمن يمكن اليوم كنت بتصرف بطريقة اليوم موضع مختلف اليوم عندك رجال الدين بس أنا كيف بتصرف معهم؟ أنا بتصرف مع رجال الدين أو عفوا رجال السياسة بتصرف مع رجال السياسة من واقع أنه هني أشخاص موجودين بهذه الحياة مش هني مكان الله أنا عندي ترتيل بقول ربي أنت ملكي أجده أنت إلهي ربي أنت إلهي أجده أمامك ملكا فإذن أنا بالنسبة إليه كل البشر متسيريه بالنسبة إليه عنده مركز أعلى عنده مركز منذ قد أتعاطى ما قلونه عنده مركز ما هو بفوق مني هو يحكمني لذلك أنا ما بسجد إلا قدام الله من هون أنطلق في ترجمة هذه المقولة ولا أتجه إلى التأليه الرجال السياسة سؤال مهم هل أنت خائف على الوجود المسيحي في لبنان؟ أنا أقل كثير خائف لدرجة أنه درجة الخوف العندي عبرت عنا عدة مرات وكان في نقاش فيه أنه هل لازم تنحكى بهذه الطريقة؟ كان جوابه أنه لازم نعلي هالكلام المسعوطة يصير فيه يقصة أكتر وللأسف ما صارت فيه خوف على كل حال ابتدادنا لهذا السؤال المسيحيين مقصومين مثل ما معروفين سياسياً في لبنان منه الموحدين؟ الفاتيكان شايف أنه هن بخطر وجودي وهذا الشي مش سر بقى شو هي نصيحتك للمسيحيين في لبنان؟ نصيحتي للمسيحيين بدأت تكون سياسية بإمتياز أولاً الإبتعاد عما يرتبوا مشروع ميشى العوم المخاطر على المسيحيين بدأت أحكي بهذا الواقع الآخرين في عليهم الملاحظات القوة الثانية إنما تبعية المسيحيين لحزب الله بهذه الطريقة وهو تدمير للمسيحيين وتحويلهم إلى حالة زمية في هذا المجتمع نتيجة الصقفة التي تنبس فيهم من هنا يجب الإبتعاد عن هذه الحالة ومعالجتها بأي طريقة ما سنحكي ببرنامج ديني أكتر من ذلك قال القديس نعم طالله الحرديني الشاطر لخلص نفسه كيف تفهم هالقول؟ أنا جاهز يعني لحظة الله إذا يستدعيني لأنه يكون مخلص حاليا أنا قد ما فيني عميش مسيحيتي بالممكن أخطاء؟ عنده أخطاء أغلاط يعني ما بقوله عندي مخالفات عندي كل إنسان عنده بدك تشوف أنت الإنسان إذا عمل خطأ بأي ظرف بأي طبيعة بأي نية بس أنا جاهز يعني لأنه يكون بحالة الخلاص أنا عندي كمان ترتيني بقوله دايما نفسي حاضر نفسي حاضر نفسي حاضر أنه اليوم أنا جاهز باللي عندي أنا يمكن أن يكون غلطان الله يحسبني بس أنا حاضر لأنه مخلص نفسي من كل الشوائب اللي ممكن تخليني يكون بحالة الخطأ إلا الله بده هو يسامحني نعم طيب شو هي الكلمة اللي قال المسيح ما بتفرق وجدانك هيك تبقى معه عطول بترفعك وقت اللي كان بالجموع وقال له من لمسني من؟ من لمسني كان قاعد بجمعة بقلوله رسول يا سيدي أنت بين العالم كله في حدا لمسك كله عم بتقف فيك قال له من لمسني؟ من لمسني؟ قال له انشعرت بقوة خرجت مني من لمسني كانت وحدة وقت صبية مريضة منزوفة بسموها المنزوفة صح هي أنه لمسته بدون ما يعلم صح يا بدون ما يعلم أنت أقول أنه شو فيها عظمة صحيح أنه هيدا الإنسان بيعرف شو عم بيصير هو كمية عدد كبير من الناس لمسوه بس في شخص بحاجة يقل له لمسوه صح هيدا اللي لمسوه المسيح عطاه شو بده صحيح هيدا المسيح بيعطيك بس أنت بابه تقصده لما تطلب بإلحاح وتطلب بصدق بإيمان بإيمان بيعطيك طبعا بيعطيك أولادك عندك بنتين اللي خليلك يهم شو كيف يعني طريقة ياللي بتجرب توصلهم فيها رسالة كيف كيف ربكتهم مسيحيا بتصور صاروا صبايا نعم أكيد بس أنت أكيد اشتغلت عليهم أنت يكونوا مسيحيين حقيقيين أو مسيحيات حقيقيات شهر من المبسكة لك إننا سأتلاصؤك في مدومين كيف ستقصدentar موكدا كيف ستقصد كيف ستقصد كيف ستقصد مع أشتغلت كيف ستقصد موكدا موكدا مثلا بنوقف ونصلي فيه. فيه محطة يعني تجي ما تبتقول يالا نيون فيه هيدا المناسبة. يعني وتأوضوا بيروحوا معنا على الديس. يعني فيها التقارب. مش انه بهالعمر بعيد عن الكنيسة. لا بيحبوا يروحوا عن الكنيسة. يعني المشوارة على الكنيسة بتشوف لوليك فا مجهزوا حالو انت يروحوا. بيحبوا يروحوا بيصلوا. بنتمجوا بيجروا. انا هذا اللي كتير هذا الشغل احببها. طبعا طبعا. عندك شي ميل للايقونات بتحب الايقونات بتحب تتأمل بايقونات معيني. لا بس في عندي عدة ايقونات بالبيت. يعني مرت هي بتتابعون. انا عارك عن كم هيك عن الايقونة. موجودين. انه فيهم فيهم فن فيهم شغل في انهم رمزييتهم انهم بعضهم. لا ملني محترف يعني او هاوي. اذا بيدرس. انه في يعني في هاك عنده متابعة اذا بدك هامشية لانه عندك ايقونة بالبيت. يعني مرتر. في ايقونة معينة هيك بتلمسك. في ايقونة حطينا فوق الباب. للسيد سيدة مريم عليه السلام. بحبها هي انا مارونة. مارونة. تبا كيف. فس حطينا فوق الباب. تبا بس يفوتوا يعلقوا عليها. هي بيزنطية. بيزنطية ما هلا بدك هي. انه بيزنطية. بقولون. انا بالدين. ما في يعني. ما فيها الكلام. هالمزح يعني. صحيح. تبا كيف. تعني له هيك بشوف فيها جمال. ايقونة البيزنطية الى جمالة يعني. الى الى فنة. الى انه بيقولوا انه يعني مش بس رسم يعني يعني بعيشوها. بعيشوها بيخد معهم وقت. ايه كتير. ومع صلاة ومع. بيكتبوها كتير. في 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 يعني. في في مصار في روايات عنا. نعم. سيد سيمو. احنا ما نشكرك على الحوار. وعلى العبرة هيك من من اختبارك المسيحي اللي يعيشو. ومشكورة على كل. سيد دالفتي. ممنونك سيد. الله يخليك. الله يخليك. أعزائي لهون بتكون خلصت حلقتنا. انتظرونا بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. شكرا. اشتركوا في القناة